الأهلي بيستعد ليه بطولة كاس السوبر الأفريقي إن شاء الله يوم 15 أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري المباراة تقام إن شاء الله يوم الجمعة القادمة في السعودية والأهلي حيسافر إلى السعودية يوم الثلاث وانبارح انتظم في تدريبات النادي الأهلي الرباع الدولي الرباع اللي كان موجود مع منتخب مصر في مباراة إثيوبيا محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومراون عطية طبعا انتوا عارفين انهما لعبوا مطش إثيوبيا مع المنتخب ومستر فيتوريا يعني وداهم كمان للنادي الأهلي عشان يشاركوا مع النادي الأهلي في المباراة القادمة ويستعدوا بشكل كافي وجيد مع النادي الأهلي في مباراة القادمة أمام اتحاد العاصمة مباراة السوبر الأفريقي اللي هي بتكون ما بين بطل دوري الأبطال اللي هو النادي الأهلي وما بين بطل بطولة الكونفيدرالية اللي هو فريق اتحاد العاصمة إمام عشور كمان هما عالفريق والكل يعني بيستعد ياسر إبراهيم كان عنده إصابة كده وبيحاول يعمل التدريبات التأهلية والعلاجية وانا حتى نبالح توقعت تشكيلة النادي الأهلي ويعني لسه طبعا مش عارفين يعني في الخط الهجومي مين اللي حيلعب لكن نقدر نقول إن كولر مش هيغير كتير عن السنة اللي فاتت يعني حيلعب بمحمد الشناو في حراسة المرمة محمد عبد المنع مرامي ربيعة طبعا ياسر إبراهيم متعور ومحمود متولي متعور فهيلعب محمد عبد المنع ورامي ربيعة ناحية اليمين محمد هاني حجز مكانه راحية الشمال علي معلول حجز مكانه كريم فؤاد هو بدأ يعني الحمد لله هو أكرم توفيق يعني قربه كمان من المشاركة في المتشاط بإذن الله بعد الفترة الغياب للإصابة نص الملعب فيه ماروان عطية وفيه أليو ديانج من اللعيبة طبعا الأساسية موجودة عمر السولية الخط الهجومي طبعا كان السنة اللي فات الأهلي بيلعب بحسين الشحات وبيلعب ببيرسي تاو وبيلعب بكهربا رجع بقى صلاح محصن ورجع كريم ندفد وموجود أفشة وموجود اللعب الجديد ريدا سليم وموجود إمام عشور فخلينا نشوف الأهلي يعني الحتة اللي قدام حيلعب بمين بس المؤكد ان طبعا بيرسي تاو بيرسي تاو بس دلوقتي موجود مع منتخب جنوب أفريقيا وحسين الشحات وكهربا السوليسي ده النسبة كبيرة هو السلاسي الأساسي في النادي الأهلي لغاية ما ييجي بقى كمان اللاعب الفرنسي مودست اللي أنا قلتلكو علي مبارح بتاع بروسيا دورتموند اللي حيوصل القاهرة بكرة إن شاء الله عشان يوقع العقود مع النادي الأهلي والنهاردة قالولي أنه هو عمل الكشف الطبي في ألمانيا واجتاز الكشف الطبي بنجاح اللي هو أنتوني مودست